يقول هذا الكتاب المبارك كتاب التوحيد هل تكون قراءته وفهمه كافيا في تحقيق التوحيد ثم الدعوة إليه بإذن الله ولكن ما يقتصر عليه لأن هذا في توحيد العبادة فقط هناك عقائد عامة لما يجب الاعتقاد فيه مثل عقيدة الواسطية ومثل عقيدة الإمام الطحاوي لابد من قراءتها لأن ما هو هذا خاص بالتوحيد فقط خاص بالتوحيد توحيد العبادة لأنه هو الأصل وهو الأساس ولكن العقيدة لها أبواب كثيرة مذكورة في كتب العقائد عقائد أهل السنة نعم